يعني ايه تانجة وسترز؟ طيب أرنبنا في ما نور أنور وأنورنا أنر أرنبنا هو بالفعل بيحسن النطق بتاعك وبيزود القدرة على التحدث بطريقة واضحة وبطلاقة أكثر How can a clam cram in a clean cream can اتدرب واتبسط واتحك ودعيل موسيقى السلام عليكم ازايكم عاملين ايه؟ يارب تكونوا بخير معكم موسيز نادا صبحي وحلقة جديدة بعنوان tongue twisters وطبعا تتابعونا دائما دائما على قناتنا قناة مدعط التعليم tongue twisters what is the meaning of tongue twisters يعني ايه tongue twisters tongue twisters تانج تويسترز بمعناها الحارفي عثورة في اللسان بالبلد كده لخبطة في اللسان والمقصود بها هي جمل معقدة صعبة النطق so what are tongue twisters ايه هي بقى تانج تويسترز دي؟ قال لي tongue twisters are short phrases or short little stories tongue twisters دي هي جمل قصيرة او قصص قصيرة بسيطة that repeat problem sounds بتعيد وبتكرر مشاكل معينة في أصوات معينة ليه to improve pronunciation and accents by using alliteration لتحسين النطق واللهجة باستخدام التكرار alliteration يعني التكرار والتكرار ده فايدته ان بيدرب العقل على نطق أصوات معينة فيها مشكلة داخل الجملة والتركيز عليهم لإتقنهم زي مثلا كده في العربي بالضبط لما كانوا زمان حد عنده مشكلة مثلا في نطق حرف الراء فكانوا يقولولو قول بسرعة ارنبنا في منور أنور وارنب أنور في منورنا طيب ارنبنا في منور أنور وأنورنا ارنبنا في منور أنور وارنب منور فالجملة دي بتعمل تكرار او بتعمل على نطق حرف الراء علشان في الاخر اعرف انطقه وكانوا في الاول يخلونا نعرف نقولها وبعدين نبتدي نصرع اكتر علشان نطق نطق الحرف مثال كمان لو حد كان عنده مشكلة في حرف الشين وحرف السين فكانوا يقولوله قول اميس نفيسة نشف ولا ما نشفش لا اميس نفيسة نشف ولا لسه ما نشفش نشف نشف وطبعا كان بتحصل مهازل ان احنا بنقولها بسرعة فيعني دي امثلة للتانج تويسترز عندنا في العربي نفس الكلام موجود عندهم في الانجلش علشان الحروف اللي بيكون فيها مشاكل في النطق وكانت بنسبالنا حاجة فيها متعب نقعد نضحك من كتر الغلطات لحد ما ننتق صح وبعدين كان التحدي برضو كانوا بيعملوا مسابقات مين هيقولها اسرع وفي نفس الوقت وده الاهم ان كان بيصلح نطق الحرف فعلا فبالضبط هو ده التانج تويسترز بس هنقضوا بقى في الانجلش كمان علشان نكون مقتنعين احنا بندرس ايه؟ ونعرف فايدة كل حاجة بندرسها من فوائد التانج تويسترز او الاهداف بتاعت التانج تويسترز دي هي عنتي ثلاث اهداف اول هدف هي حاجة للمتعة لانها نوع من انواع الالعاب الخاصة باللغة او بمهارة التحدث الهدف التاني هما بيكون فيها نوع من انواع التحدي زي ما قلنا وده برضو بيولد متعة ثالث هدف وده الاهم هو بالفعل بيحسن النط بتاعك وبيزود القدرة على التحدث بطريقة واضحة وبطلاقة اكتر موسيقى 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 دلوقتي هنشوف اشهر اربع جمل خاصة بالتانج تويسترز انجلش بس تعالوا نتفق على شوية خطوات قبل ما نبدأ اول جملة علشان ننطق التانج تويسترز بطريقة سليمة نمبر وان هنسمع كويس جدا نمبر تو هنبدأ بالراحة نقول كلمة كلمة في الجملة نمبر ثري ميك شور ذات يوكام وهنتأكد ان نحن بننطق الاصوات بطريقة سليمة نمبر فور ريبيتنج ات اجان اجان هنفضل نعيد ونزيد فيهم نمبر فايف بعدين هنبدأ نسرع ونقولهم أسرع فأسرع The first tongue twister كلمة أطفالها برقاء برقوق ومع من الجملة اللي حابب يعرف معناها she sells يعني هي بتبيع the sea shells اللي هو الصدف by the sea shore يعني بجانب البحر this tongue twister is to practice your sh and s combinations this tongue twister الجملة دي أو اللعبة دي من خلال الجملة دي بتركز على الصوتين دول أو تركيبات الأصوات دي اللي هي sh مع بعض بيعملوا sh فدي كده اسمها combination يعني تركيبة حرفين بيعملوا صوت وكمان se مع بعض بيعملوا s زي sh برضو تركيبة بتطلع sound s s فاللعبة دي أو الجملة دي بتدرب على الصوتين دول تعالوا دلوقتي نطبق القواعد اللي قولنا عليها number one lesson carefully she sells sea shells by the sea shore number two start slowly she sells sea shells by the sea shore خلي بالك انها تلاقي sh sh وبعدين s في cells وبعدين s في c وبعدين sh في shells تمام؟ يعني هو حطت لك sound بتاع الش وبعدين s وبعدين ش تاني number three make sure that you can pronounce the sound well هنتأكد ان احنا بدنا نطق صح she sells sea sea shells by the sea shore number four repeat it again and again she sells sea shells by the sea shore she sells sea shells by the sea shore number five getting faster she sells sea shells by the sea shore she sells sea shells by the sea shore ومع التدريب صدقني صدقني هتنطق الاصوات صح جدا وهتتبسط وهتتحك وفي الاخر هتلاقي اتحدي انك بتقولها بسرعة جدا رغم انها بتلعبط جدا بس حاول وهتقدر وهتتبسط موسيقى موسيقى ازاي السمك الصدفي clam يعني السمك الصدفي ادري يتحشر cram يعني يتحشر جوه علبة اشطاء الصفيح انها clean cream can ونخلي بالنا ان الجملة بتاعت التانج تويستر مش لازم يكون لها معنى مهمة اوية او معلومة يعني هي بس مجرد كلمات بتتحط جنب بعض تعمل جملة وفي نفس الوقت تعمل تركيز على اصوات صعبة نطق مثلا this tongue twister does focus on the k sound هو بيركز هنا على الصوت بتاع الك الخارج من حرف c but it's specifically the l and r sound وخصوصا الصوت بتاع l sound حرف l and r sound وصوت حرف r حرف r ما فيش r في العربي يعني زي العربي كده ولا r r r r لا أع倍 اهتزاز كده للصوت هو .. الأخرى يكون في نص سقف حلقي بالضبط وليس هلأمس سقف حلقي و • يعيق و • بقي من هذه الميدك لكن ذلك ليس تخدر سقف الحلق رـر و هذه القملة هي مهمة جدا للتدريب على اختلاف بين حرف الـL و حرف الـR صوت حرف الـL وصوت حرف الـR هل علمواه لنطبق الخمس خطوات سأسمع بسلط how can a clam cram in a clean cream can start slowly how can a clam cram in a clean cream can make sure that you can pronounce the sounds well how can a clam clam cram cram in a clean clean cream cream can repeating it no idea how can a clam cram in a clean cream can how can a clam cram in a clean cream can getting faster how can a clam cram in a clean cream can how can a clam cram in a clean cream can اتدرب واتبسط واتحك ودعيل موسيقى 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 اشتركوا في القناة